أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكن وبين السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجماعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصى والركب أسول منكم ولو تواعدتم لاختلقتم في الميعد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه علم بذات السدور وإذ يريكمهم إذ التقلتم في أعينكم ضليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعلا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلعون وأطيع الله رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رئيكم واصبروا إن الله مع الصبرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر ورئاء الناس ويسدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم شيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على كبيه وقال إني بليء منكم إني أرى ما لترون إني أخاف الله والله شديد عقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضون غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون هجوها ودبارهم ودوكوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعن والذين من قبلهم كفروا بآية له فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم وأن الله سمعنا لهم كدأ بآل فرعن والذين من قبلهم كذبوا بآية ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل من كانوا ظلمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم ليؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينقودوا عهدهم في كل عام مرة وهم لا يتقون فإما تقافنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تقافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنه لا يعجزون وأعد لهم السطعة من كوة ومن ربت الخر ترهبون به عدو الله وعدوكم عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وف إليكم وأنتم لا تنظمون وإن جنحوا لسن فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يختعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصيب المؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله هو من اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشر صابرون يغلب مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفطهون الآن خفف الله عنكم وعنوا أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبيين أن يكون له أسرع حتى يثخن في الأرض تريد نعرض الدنيا والله يريد الآخر والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي كل من في أيديكم من أصائع لم الله في قلوبكم خير يبتكم خير مما أخذ منكم ويكفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم الله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا بأموال وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعدهم أولياء بعد والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروا في الدين فعليكم الناس إلا على قوم بينكم وبينهم ميتاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعدهم أولياء بعد إلا تفعلوه تكون فتنة كتب في الأرض وفساد الكبير والذين آمنوا وهجروا وجهدوا في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنين حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهجروا وجهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحم بعدهم أولا ببعد في كتب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غيروا معجز الله وأن الله مخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر لأن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خر لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غيروا معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأدموا إليهم عهده إلى مددهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم وفقتوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحسروهم وقعدوا لهم كل ما ارصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكدة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم بلغه مأمل ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عهدتم من المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا دمه يردونكم بأفهم وتأبى كلهم وأكثرهم فاسقون استروا بآية الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا دمه وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأدوا الزكدة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهد المطعن في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحكو أن تخشه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويسوركم وعلموا شو سدر قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم واتبوا الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين والله خبير بما تعملون ما كان المشيكين يعملوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمل مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سيطاية الحاج وعمارة المسل الأرمي كمن آمن بالله واللوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستعون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنة لهم فيها معنقهم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استعبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون كل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشرتكم وأموال وإيقا ترفتمها وتجارة تخشونك سادها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا أتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواتنا كثيرة ومحنان إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء وضغط عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها وعذبا الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فليقاربوا المسجد الأرمى بعد عامهم هذا وإن خفتم على دافس فيغنكم الله من فضله إن شاء إن الله علم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحارمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعتوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار بن مصير بن الله ذلك قولهم بأفواهم يضاهؤون قال الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ونسي أبن مريم وما أؤمنوا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يتفئوا نور الله بأفواهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشيقون يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبال ورهبان لا أكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفدة ولا يفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه وجنوبه وذهرهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوكوا ما كنتم تكنزون إن عدة سهور عند الله تشر شهر في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة محرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا الشيكين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضلوا به الذين كفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما لوات عودة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي قوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض أرضيتم للحياة الدنيا فما معتاو الحياة الدنيا في الآخرة إن قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما واستبدلوا من غيركم ولا يتضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصره فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني ثاني إذ هما في الغار إذا قولوا لصاحبي لا تحذن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وأيده عليه وأيده بجلد لم تره وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا واتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاسدا لنتمعوك ولكن بعودت عليهم الشقى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسكم والله يعلم إنهم لكذبون عفى الله عن كلمة أذنت لهم أتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم واليوم الآخر وتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أردوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعتهم فتبتهم وقيل قعدوا مع الطاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقولوا اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تسبك حسنة تسبهم وإن تسبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون كن لن يصيبنا إلا ما كتم الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون كن هل تربسون بنا إلا إحدى الأستين ونحن نتربس بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربسوا إنا معكم متربسون كن أنفقوا طوعا أو ترها لن يتقبل منكم إنكم كنتم خوافسقين وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يتون صلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعذبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله لعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم ومكافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأنا وغارتنا مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما آتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيئتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله رغبون إنما الصدقات للفقراء المساكن والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرغاب والغالمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين أذن النبي ويقولونه وأذن كل أذن خير لكم يؤمنوا بالله ويؤمنوا المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم يردوكم الله ورسوله أحق أن يردوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحدد الله ورسوله فأن له نرى جهنم خالدين فأن له جهنم خالدا فيه ذلك الخز العظيم يحذر المنافكون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخذ ولا نعب كل أب الله وآيته ورسوله كنتم تهزئون لا تعتدروا قد كفوتم بعد إيمانكم إن عفوا طائفة منكم وعد بالطائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافكة بعدهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نصوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموال وأولادا فاستمتعوا بخلاكم فاستمتعدوا بخلاكم واستمتع الذين من قبلكم بخلاكم واخدتم كالذي خادوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخر وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعدوى تمود وقوم إبراهيم وأصعب مديانا والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون المؤمنات بعدهم أولياء بعد يأمرون بالمعروفة ينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة وعطون الزكاة ويتيعون الله رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز أكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنة عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي وجاهد الكفر والمنافقين وغلوا عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نطموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوب يقفر لهم وإن يتولوا معذبهم الله عذابا لمن في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عهد الله لئن آتان من فضله لنصدقن ولم كونن من الصالئين فلما آتاهم من فضله بقلوا به وتولوهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم أن الله علم الغيوب الذين يلمزون المطوين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدا فاسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعنا مرة فليغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمطعدهم خلف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل لا يرجى النمى أشد حرا لو كانوا يفطهون فليضحك قليلا وليبك كثرا جزاءهم بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فستأذلك للخرج فكلا تخرج معي أبدا ولن تقتل معي عدوا إنكم رديتم بالقعد أو المرض فقعدما الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تكم على قابره إنهم كفروا بالله ورسله وماتوا منفسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله سأذنك أولو الطال منهم وقالوا ذرنانكم مع القعدين رادوا بأن يكونوا مع الخوالف وطب على قلوبهم فهم ليفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموال وأنفسهم وأولئك لهم خيرات وأولئك هم مفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوض العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله رسوله سيسيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الدعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصر الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيدوا من الدمع حسنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أولياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم